موسيقى السيدات والساد أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من تلفزيون حضر موت الرسمي من المكلة نستهل النشرة بأبرز العناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام موسيقى مجلس الأمن يرحب بتسهيل دخول ناقلات النفط إلى ميناء الحديدة ويندد بهجمات الحثيين الأخيرة واستعراضاتهم العسكرية المحافظ بالماضي أمن وادي حضر موت لن يستتب إلا بسواعد وعيون أبنائه الساهرة أهلا بكم وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الاثنين العاصمة الألمانية برلين في مستهل زيارته لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة والتي تستغرق عدة أيام حيث جرت على أرض المطار مراسم الاستقبال المعتادة للزيارة الرسمية والتي سيلتقي خلالها الرئيس العليمي الرئيس الألماني فرانك شتاين ماير والمستشار أولف شولتز وعدد من المسؤولين الألمان وسيبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع القادة الألمان مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية والإقليمية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن كما أعرب فخامة الرئيس عن ثقته في أن تفتح هذه الزيارة آفاقا أوسع للتدخلات الإنمائية التي قادتها المؤسسات الألمانية الدولية الرائدة على مدى عقود من التنمية والإعمار في اليمن اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم أمس الاثنين ومعه عضو المجلس عثمان مجلي بوزير الدفاع الفريق محسن الداعري وأعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر حيث قدموا تقريرا نهائيا حول مستجدات عمل اللجنة وخططها ومهامها المستقبلية في إعداد واعتماد التصورات والسياسات المناسبة لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان تكامل القوات المسلحة والأمن كما نوقشت في الاجتماع الأوضاع العسكرية والأمنية في عدد من المحافظات وخطة التطوير الجارية لرفع كفاءة القوات المسلحة والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لمختلف التشكيلات رحب أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إثر أوامر حوثية أثرت على العملية المعمول بها لتخليص سفن الوقود ودعوا الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقبل وندد مجلس الأمن في بيان صحفي لا حول اليمن بهجمات الحوثيين الأخيرة على تعز والاستعراض العسكري الأخير في الحديدة كما دعا إلى وضع حد لجميع أشكال الاستعراضات العسكرية التي تنتهك اتفاق الحديدة أعرب مجلس الأمن عن قلقه إذا عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز بما يتماشى مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة كما شجع مجلس الأمن المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني أن النظام الإيراني لا يبدي أي اكتراث بمساعي وجهود التهديئة في اليمن والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين مبينا أن مخطط النظام الإيراني يتمثل في فرض نفوده على جنوب شبه الجزيرة العربية وإحكام سيطرته على الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله 2500 كيلو متر على طور البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب الاستراتيجي أوضح أن نظام طهران حول جغرافيا اليمن الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي إلى منصة لاستهداف دول الجوار ومهاجمة السفن التجارية في الخطوط الملاحية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وتهديد أمن الطاقة العمود الفقري لاقتصاد العالم وأشدد الوزير الليرياني على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته في لجم التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني والتصدي لمساعي طهران إلى تقويض جهود التهديئة في اليمن ناقش وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس في اجتماع موسع مع قيادة مصلحة الجمارك وكوادرها أهمية تنشيط تفعيل الحركة التجارية وتعزيز الموارد والإيرادات وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير استناعة وتجارة سالم سلمان الوالي واللواء مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن وعبد الحكيم القباطي رئيس المصلحة العامة للجمارك ومحسن قحطان المدير العام لجمرك ميناء المنطقة الحرة كالتيكس إلى أهمية تحسين البنية التحتية وتطوير وسائل وآليات العمل وتسهيل الإجراءات والمعاملات في المنافذ الجمركية بعدن كما تطرق إلى أهم الصعوبات التي تؤثر على الحركة التجارية ودعا لملس قيادة مصلحة الجمارك لمتابعة الإجراءات المتعلقة بوصل المدربين الأجانب وتسريع إدخال جهاز الفحص الماسح الضوئي واتباع آليات سلسة تسهم في تسريع إجراءات الفحص والمعاينة لتسهيل حركة النقل أمام التجار تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة الموقعة عدن 41 ثلاجة لحفظ اللقاح تعمل بالطاقة الشمسية قدمتها الوكلة الأمريكية للتنمية الدولية عبر منظمة اليونسيف والتي ستوزع وفقا لخطة وزارية على إدارات التحصين في المحافظات وثمن وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بحيبح دعم الوكلة الأمريكية مشيرا إلى ضرورة التوسع في مجالات الدعم لتشمل قطاعات أخرى هذا وأكدت نائبة سفير الولايات المتحدة لدى اليمن إنجي تانج براون عبر الاتصال المرئي استمرار دعم بلادها للقطاع الصحي في اليمن مشيرة إلى أنه تم دعم القطاع الصحي بثلاثمائة وعشرين مليون دولار وأكد الممثل المقيم لمنظمة اليونسيف لدى اليمن فيليب دومنويل من جانبه أهمية توسيع سلسلة التبريد لحفظ اللقاحات في تعزيز قدرات الوزارة والإسهام في الحفاظ على أرواح الأطفال باعتبار اللقاحات واحدة من أهم أنشطة قطاع الرحاية الصحية الأولية التقى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوث مبارك بن ماضي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظة حضرموت العميد روكن سعيد أحمد المحمدي والشيخ حسن سعيد الجابري وعددا من القيادات والشخصيات الاجتماعية والسياسية ناقش اللقاح احتياجات المحافظة والمطالب الملحة لأبناء حضرموت إبرزها استطباب الأمن في وادي حضرموت وتوفير الخدمات الضرورية ومحاربة الفساد والحفاظ على إرادات حضرموت في المنافذ والمواقع الحيوية من العبث وتسخيرها لخدمة المحافظة حيث أكد محافظ حضرموت أن إعادة الهيكل والتصحيح ستطال جميع المرافق الإرادية داعيا إلى وحدة صف جميع المكونات المطالبة بحقوق حضرموت رعى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي في مدينة سيئون توقيع عقد تشغيل مركز الهدى الصحي وإدارته بحي السحيل بمدينة سيئون من قبل مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنبية ويقضي العقد الذي حضر توقيعه نائب رئيس لجنة التشاور والمصالحة رئيس المؤسسة القاضي أكرم العامري والمدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحرى حضرموت الدكتور هاني العمودي ووقعه رئيس جمعية التعاون الحضرمية الخيرية جابر الهندي والمدير التنفيدي لمؤسسة بن حبريش للتنمية عبير بن غودل يقضي بأن تقوم مؤسسة بن حبريش بإدارة المركز وملحقاته بأسعار شبه مجانية للمواطنين واستقدام أطباء اختصاصيين للعمل في عيادات المركز وأعرب محافظ حضرموت عن سعادته برعاية مراسم توقيع اتفاقية إدارة المركز مباركا هذه الخطوة التي تهدف لتقديم خدمات طبية مناسبة للمواطنين اطلع فريق مشترك على مدى الالتزام بقانون الأوزان والأبعاد الكلية بميزان ميناء المعلى بعدا من أجل الحفاظ على شبكة الطرق والحد من تهالكها بسبب الحمولات الزائدة لبعض مركبة النقل وضم الفريق المشترك وكيل وزارة النقل عبد الباري الحربي ووكيل محافظة عدن لقطاع النقل خالد الجعملاني ورئيس مجلس إدارة صندوق سيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس والوكيل المساعد وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس وليد الساحمي والمدير العام لشرطة السير في عدن العقيد جمال ديان ورئيس لجنة الموازين المهندس نبيل مكي وعدد من المعنيين واستمع الفريق المشترك من المعنيين إلى شرح حول سير العمل في ميزان ميناء المعلى أجراءات ضبط الأوزان الثقيلة من أجل الإسهام في الحفاظ على الطرقات مختلف مناطق محافظة عدن السيدة والسادة نهاية النشر تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام مجلس الأمن يرحب بتسهيل دخول ناقلات النفط إلى ميناء الحديدة ويندد بهجمات الحسيين الأخيرة واستعرضاتهم العسكرية المحافظ بالماضي أمن واضي حضر موت لن يستتب إلا بسواعد وعيون أبنائه الساهرة ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر موت قدمنا لكم نشراتنا إخبارية شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة